دلوقتي شيكابالا قضية شيكابالا لا أحد يعلم متى تنتهي لا احنا عرفنا خلاص طبعا احنا عرفنا دلوقتي متى سوف تنتهي عقوبة شيكابالا قال لنا الأستاذ أو الكابتن عمراء بلعز المدير الإداري نادي الزمالك من الأسبوع اللي فات في مداخلة معايا قال إن احنا بعثنا استفسار كان يوم الثلاث استفسار للاتحاد الكورة واستفسار لربطة الأندية على مشاركة شيكابالا وقال منتظين الرد يوم الأربع الحقيقة أن الرد مجاش يوم الأربع لكن جه خلاص وصل النهاردة قال باقي إن ربطة الأندية هي التي أجابت على نادي الزمالك وليس اتحاد الكورة أشار الكابتن عبو العز في تصريحاته لبرنامج زمالكاوي أن اتحاد الكورة لم يرد رم يرد عن استفسار الزمالك فيما تلقى النادي بشكل رسمي ردا من ربطة الأندية يؤكد سقوط عقوبة اللعب رسميا وإمكانية إشراكه في المباريات بعد مرور 40 يوم من حكم مركز التسوية بإلغاء العقوبة إذا لم يقم الاتحاد نقداً يعني يقدم مش نقداً يقدم طعناً يعني على قرار المركز وإنتوا عارفين أن الحكم مركز التسوية ببطلان عقوبة اتحاد الكورة بإيقاف شيكابالة تمام مبارياته يوم 20 أكتوبر الماضي يعني الحكم سيسقط إذا لم يقدم اتحاد الكورة طعناً يوم 30 نوفمبر يعني يوم 1 ديسمبر إن شاء الله تعالى يحق لي شيكابالة أن يتواجد في المباريات بتاعتنا الديزاني السؤال هنا هل اتحاد الكورة يقدم طعن ضد قرار مركز التسوية؟ معرفش الطبيعي أنه ما يقدمش لأنه هو راجل ما بيعترفش من أساسه بركز التسوية لكن ربطة الأندية قالت بشكل رسمي للادي الزمالك إذا لم يتم طعن من اتحاد الكورة خلال 40 يوم المسموح لها التي تنتهي يوم 30 11 يوم 1 12 أصبحت العقوبة ساقطة عن شيكابالة وبالتالي يحق لشيكابالة التواجد إن شاء الله في الفطشاط ويكون جاهز إن شاء الله خيال الفترة الجاية دي ودور شيكابالة دور مهم جدا ودور عبد الشافي دور مهم جدا دور مصطفى فاتحي دور أبو جبل المجموعة دي كلها كباتن الزمالك دورها كبير الفترة اللي جاية وحزم إمام طبعا الأسماء دي مهمة أوي إن هي اللي تفوق اللعيب وتساعد على إن تلموهم تانيش الزمالك اتعرض لأزمة المسم اللي فات من تعطيل عمل مجلس إدارة لإخسارة دوري أبطال إفريقيا لإخسارة كاس ثم مجيء لجنة ثم رحيل لجنة ثم مجيء لجنة ثم احتمال عودة مجلس مئة ألف حاجة إذنك بيعاني في الحاجات اللي زالية لكن دايماً بيقف وقفة كده قوية وما يتهزش لإنه نادي الزمالك أولاً نادي كبير ثانياً تعنده جماهير داعمة محبة دايماً في ظهره ولعيبة هتقدر إن شاء الله ترجع وتبقى أحسن من الأول